اشتركوا في القناة 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 وهو موجود في بيته في الحمل اللي هو اللي أساسا هو صاحبه وبدي يتراجع فيه وهذا إلو علاقة بالحمل إلو علاقة بالجيوش والعلاقة بالقدرة العسكرية وقرارات سياسية وإلى ما لنهاية والمريخ إلو علاقة بالنار وبالحرب والأمور هاي يعني برضو نفس الإشي بدي يتراجع في بيته وفي نفس اللحظة رح يرجع يشكل الزوايا الخطرة اللي موجودة أساسا كلها بالجدي مع بلوتو مع المشتري مع زحل وهاي التشكيلات رح تسبب وخصوصا اللي مع بلوتو تحديدا هي اللي رح تكون الأخطر المشتري إلها علاقة بالاقتصاد زحل إلو بالأحداث المفاجئة ولكن مع بلوتو إلو علاقة بأشياء عنيفة وأشياء مفاجئة وصادمة على كل المستويات وصلت المعلومة طيب خلينا نبدأ الآن توقعاتنا مع برج الأسد طبعا أول شي بنا نحكي بنا نحكي عن الشمس الشمس اللي موجودي في بيتك الثاني اللي شوي يعني ساعدت بإنها تنقذك من كثير من المواقف المحرجة اللي إلها علاقة بالأزمات المالية جابت فرص حصل بعض الأشخاص منك على مكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو مساعدات أو هدايا أو نوع من أنواع الدعم يعني جابت أشياء يعني كانت مميزة بالفترة الماضية صحيح إنها ممكن مش على الكل ولكن إجمالا كل موليد برج الأسد إلا شعروا إنه في طاقة غريبة ساعدتهم وأنقذتهم من ضغط مالي معين صحيح إنه مش بالإش القوي أو مش الفرص القوية اللي كانوا بنتظروها ولكن إجمالا بالنسبة مقارنة للوضع العام هي ممتازة أما بالنسبة لعطارد عطارد اللي كان في بيت المال برضو واللي ساعدكوا على تحقيق بعض الاهتمامات المالية بالفترة هاي أو حصلتوا بعض المكاسب ممكن من عمل إضافي بدو ينتقل للبيت الثالث فعشانيك تهيئوا إنتوا لفترة رح تكونوا نشطين زيادة عن اللزوم يعني رح يكون عندكوا حركة داؤبة بدون هدوء من اتصالات حوارات نشاط لقاءات امتحانات مثلا إيشي له علاقة بالسيارات بالتليفونات بأجهزة الكمبيوتر ممكن شراء أو اهتمام بأجهزة الاتصالات والمواصلات والإلكترونيات بشكل كبير وبرضو بتعزز من علاقتكم ما بينكم وما بين الإخوة وما بين الجيران أما بالنسبة للزهرة الزهرة اللي موجودة في بيتك 12 بيت متعبك بدها تنتقل الآن لبيتك الأول وهاي من أفضل الفترات اللي رح تمر عليك من مجرد ما إنها دخلت هي لعندك على بيتك وهذا يعني جمال اهتمام بالتجميل حيوية طاقة رغبة بجامحة عندك بالتغييرات بشكل مذهل جدا وبرضو ملفت للجنس الآخر بشكل كبير بالفترة هاي في كثير منكم رح يوقعوا بالغرام أو علاقة جديدة أو يطوروا علاقة وبرضو بتعطي حضوض على كثير من المجالات اللي بتساعدكم تدخلوا مجالات يمكن كانت صعبة أو مستحيلة بالفترة الماضية أما بالنسبة للمريخ فهنا شوي خلينا يعني كويس 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 بدون إشي مشي كويس بزبطاش فالمريخ في البيت التاسع ويمكن لكل شعر بتأثيراته الفترة الماضية إنه هو عطى الأمور للسفر عمل مشاكل مع أشخاص أجانب أو أشخاص خارج البلاد خلافات عطى الأمور إلىها علاقة بالبريد بالشحنات بالتجارة بالاستراد والتصدير بالمحاكم بالقضايا يعني جاب خلافات من كل الجهات على هاي الأمور اللي احنا ذكرناها كل شخص ممكن من موليد برج الأسد إشي واحد صار معاه وفي ناس صار معاه كثير من هاي الأشياء ما زال موجود طبعا المريخ وما زال بيأثر على نفس البيت ولكن الآن سلبيته بدها تزيد شحطة فعشان هيك بتكونوا حذرين من كل اللي ذكرنا عن البيت التاسع وتأثيراته أو عجز في أمور إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات أو المقابلات أو التنقلات أو السفر بدون الاستعداد الكامل أما بالنسبة للجديد طبعا اسألوني أنا عنه الصحة والعمل الصحة والعمل فهو جاب مشاكل على مستوى العمل جاب خلافات على مستوى العمل جاب نقاشات وحوارات ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أو ممكن يعني شوي دخلكوا بخلافات وفي ناس تركت عملها وبرضو جاب مشاكل صحية جاب تطورات على المستوى الصحي بشكل مفاجئ ومؤذي فعشان هيك بتكونوا تنتبهوا برضو الفترة هاي قصوصا موليد العشرية الثالثة هم أكثر تهديدا من المريخ ومن الكواكب اللي موجودة بالجدي اللي هو المشتري وبلوتو وزحل اللي الثلاثة بيتراجعوا فيه والمريخ بدو يتراجع فديروا بالكوا من الأمور اللي ذكرناها أما بالنسبة لنبتون نبتون في البيت الثامن وهاد شوي ضغط على قسم كبير من موليد برج الأسد خلاهم يعني شوي يوكلوا حقوق بعض الناس معلش قسم كبير احنا حكينا استغلوهم ماليا طمعوا في ممتلكاتهم طمعوا في فلوسهم لأنه هاد بحكي عن شيء له علاقة بالأموال المشتركة الأموال اللي ما بتعود لك وبما أنه نبتون فهو بعطيه الوهم بعطيه الخيال بعطيه قدرة على تحليل بشكل سلبي فعشان هيك كثير من موليد ورج الأسد صار عليهم قضايا إما إلها علاقة بالقروض إلها علاقة بالديون مطالبات مالية أمور إلها علاقة بالنفقة إلها علاقة بالميراث مثلا حتى بالغيبيات دخلت أشخاص بمتاهة بالفترة الماضية لأنه نبتون بيغررك وبقول لك أنت عندك القدرة وبتطلع في الآخر ورطان في أمور إلها علاقة في البيت الثامن يعني شوي بتكون مؤذية فبتكون تنتبهوا من كل اللي أنا حكيته إن كان بنطبق عليك أو ما بنطبق عليك حاول إنك تكبح جماح هاي الغريزة عندك أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر إلها علاقة في بيت السمعة فعشاني كأورانوس اللي بيجيب المفاجآت إما بيجيب الشهرة وبيجيب الرفعة وبيجيب التطورات وبيجيب أعمال جديدة وبيجيب أمور إلها علاقة بشركات جديدة تطور العلاقة ما بينك وبينز وملائك أو رؤساك بالعمل بشكل كبير وإما بعطيك العكس تماما لكل اللي أنا ذكرته لأنه أورانوس ملك المفاجآت أو كوكب المفاجآت اللي بيفاجئ بأحداث يعني بتيجي صادمة وهو موجود بمكان حساس له بيت السمعة فعشان هيك آثاره مؤذية فلا تخالف القوانين ما تجازف بسمعتك وحاول تكون حذر خلينا نروح على التوقعات الأسبوعية ونشوف إيش تأثيرات القمر مع تأثيرات هاي الكواكب شو بدي يعطي إيجابية وشو بدي يعطي سلبية من مساء اليوم الخميس القمر موجود في الحمل حتى صباح يوم الأحد بتنشطه في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو الجراء مقابلة أهمش أنك تظهر نوع من أنواع التعاون أو تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولا اختبار تجارب مختلفة ممكن تشعر بالاعتزاز والفخر أهمش أنك ما تستسلم ولا ترضخ لشروط ما بتناسبك ناقش بمنطق من صباح يوم الأحد القمر بصير موجود بكتور حتى مساء يوم الثلاثاء فترة مناسبة لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على عمله بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهمش أنك ما تتدمر من كثرة الأعباء في الضغوط كبيرة ولكنها فترة مهمة ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك سيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالإنزعاج من مساء يوم الثلاثاء القمر موجود بالجوزاء حتى صباح يوم الجمعة بتنشطوا اجتماعيا بتلتقوا لأصدقاء هاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم لا تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بفاعلي معينة أو في مشروع معين من صباح يوم الجمعة القمر بصير موجود بالسرطان حتى عصر يوم الأحد بيسيطر التعب عليكم حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكونوا الظروف مخيبة وربما تحمل خسائر والفشل أو مرض مثلا هاي الفترة شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة لأنه بيت متعبك ممكن تفشل أعمالك وتحصد يعني أشياء شوي مخيبة للأمال حاول أنك ما تأجل أو تلغي أمر لأنه ممكن أساسا أنه يتأجل ويلتغي في اللحظات الأخيرة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر